بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في جلستنا لهذا اليوم في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أسعد وأشرف بتواجدي معكم مرة أخرى الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله سيكون عنوان جلستنا لهذا اليوم كيف تساعدين ابنك طفلك من ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه في أداء واجباته المدرسية وفي مذاكرته كذلك إذن كيف تساعدين طفلك من ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه في الواجبات والمذاكرة كذلك إذن لدي أولا مساعدي في واجباتي ومذاكراتي الفئة العمرية من 9 سنوات إلى 12 سنة الهدف مساعدة طفلك على حل واجباته ومذاكراته ودروسه طبعا لدينا هذه الأدات في البداية سأقوم بشرح لابني ما هي خطوات هذه الأدات وكيف أقوم هي بمعنى لنقول هذه الأدات هي شرح لاستراتيجيات كيف تقوم بالمذاكرة كيف تقوم بأداء واجباتك المدرسية للطفل كيف دائما أقوم بالمذاكرة كيف دائما أقوم بالمذاكرة وأحل الواجبات بالطريقة الأنسب وبالطريقة الصحيحة بمعنى ليست جدول للمكافآت والتعزيز مثلا أو جدول أقوم فيه بكتابة وقت الواجب ووقت المذاكرة لا أنا أعلم كيف يقوم بالمذاكرة بحل الواجبات بشكل صحيح كذلك وأن هذه الخطوات أخبروا أن هذه الخطوات تساعده على أن يقوم دائما بحل واجباته والمذاكرة بشكل يسير وسهل وبالطريقة الأفضل وباستغلال أطول وقت ممكن من التركيز لديه أهم شيء يعني الخطوات التي لدينا أني أعلمهم ما هو سبب استخدام هذه الأدات أنها تساعدك في حل واجباتك ومذاكرة بشكل صحيح تساعدك على الترتيب يا أبي على سبيل المثال فارس خلنا نخلي مثالنا الآن فارس لديه فرض حركة وتشتت اتباع فارس هذه الطريقة تساعدك أنك دائما تحل واجباته طريقة صحيحة تذاكر فيه طريقة صحيحة تجعلك دائما منظم ومرتب كذلك يا فارس ثم أقوم بوضع هذه الآليات وهذه الخطوات في مكان واضح داخل غرفة هذا الطفل بجانب الطاولة التي يقوم دائما فيها بالمذاكرة أقوم بوضع هذه الخطوات اللازمة والتي يجب عليه القيام بها لأداء الواجبات والمذاكرات بشكل سهل ويسير إذن الخطوات هي كما ذكرنا قبل قليل ولكن لتأكيدها مرة أخرى اشرحي لابنك أهمية الترتيب وتنظيم الوقت والأولويات في تسهيل حل واجباته ومذاكرة دروسه عليه وتوفير الوقت له للقيام بأمور أخرى يحبها علقي الورقة أمام مكتبه أو المكان الذي يستخدمه طفلك في المذاكرة اقرأ الخطوات معه بتمهل واشرحيها له إذن كما ذكرنا قبل قليل أن هذه الخطوات ستساعده في حل الواجبات بالشكل الصحيح والترتيب وتنظيم وقتك يا ابني يا فارس وأنك حتى يصير لك وقت تقدر تلعب وطول الوقت اللاحق حليت الواجب ما حليت الواجب ذكرت يا فارس ما ذكرت الحين أدي ألعب بي سي أبغى ألعب الكمبيوتر أو ما يمديني ألعب بلاي ستيشن ما يمديني ألعب بلاي ستيشن وطول اليوم نجلس من يرجع من المدرسة حل الواجب لا تحل الواجب يا فارس ذكرت ما ذكرت وهو يقول أنا أبغى ألعب الحين أدي ألعب أريد أن أرى هذا البرنامج أن أحبه بالتلفزيون أريد أن أرى حلقة جديدة اليوم هذا الجدول سيساعد في أن يستطيع فارس المذاكرة وحل الواجبات بدون وجع رأس له وبدون وجع رأس لي أنا الأب من يقوم به المذاكرة وكذلك تنظيم وقته أنه سيستطيع حل الواجبات والمذاكرة وكذلك ستستطيع أنك تقوم به الأنشطة التي تحبها لعب العاب أو مشاهدة برامج مفضلة لديك في البداية طبعاً نتابع معها الخطوات لمدة شهر من بداية دراسته أو حتى يعتاد طفلك على استخدامها طبعاً أنا أقوم بإعطائه هذه الطريقة وأقوم بمتابعته وبالتأكيد لن يستوعب هذه الفكرة الطفل لديه فرط حركة وتشته انتباه بعمر من 9 إلى 12 سنة يعني مو فاهم الطريقة بشكل سريع أو لن يعتاد عليها بسهولة فأنا عندي أول أسبوعين شهر حتى يعتاد على هذه الطريقة التي ستساهل له من المذاكرة وكذلك حل الواجبات إذا أتقن وعرف هذه الطريقة خلاصه بتسهلك أنت شيء كثير وتسهلك الفارس الشيء الكثير من الوقت والجهد والضغط والهم الذي يحدث لديك داخل المنزل إذن ما هي الطريقة؟ أولا نقرأ المثال على سبيل المثال إذا كان لديك على واجب أو تمرين اقرأ المثال أو التمرين بتمهل حتى أتمكن معرفة المطلوب فيه إذا كان واجبي طويلا أو معقدا أقسمه إلى أجزاء وأختار الوقت المناسب لحل كل جزء ثالثا أطلب من والدي أو إخوتي مساعدتي في ترتيب واجباتي ودروسي حسب الأولوية وأبدأ بالأهم أولا يمكنك ترتيبه حسب ما تحتاج مذاكرته اليوم أو ما تحتاج مذاكرته خلال هذا الأسبوع ما تحتاج تسليمه للمعلم المذاكرة للاختبارات إذن هذه هي الطريقة التي ستساعدك أن تقرأ الأمثلة الواجبات التمرين التي عليك وتعرف ما هي ما هو المطلوب منها حتى تتمكن معرفة ما هو المطلوب من هذه الواجبات كذلك من المهم جدا أن أبين له يعني عند الآن أول ما يرجع من المدرسة عندنا فارس أول ما يرجع من المدرسة عنده واجب في لغتي واجب دراسة السلامية واجب الرياضيات العديد من المهام التي عليك ممكن واجب الرياضيات صعب صح لكن تسليمه الأسبوع القادم لكن بينما واجب عنده لغتي يجب عليه تسليمه في الغد أنا أقوم بتعليم كيف يقوم بترتيب هذه الواجبات التي عليها المذاكرات أو إذا كان عليهم ربما بعض الاختبارات القصيرة التي يجب عليه المذاكرات يقوم بأول ما يعني يرجع من المدرسة إلى المنزل يقوم بتجزئات هذه حسب الأهم حسب الأهم من هذه الواجبات وحسب كذلك الأولوية يعني ممكن ربما عندك واجب أقل أهمية ولكنه عليك بكرة بينما الواجب المهم يسلم الأسبوع الجاي فأني أقوم في الأعمال التي يجب عليه إنجازها أولا ثم بعد ذلك أتوجه إلى الأعمال المهمة كذلك نحن دائما مع فارس لديه فرض حركة من الإسم واضح لدينا الدفاعي لديه تشتت انتباه سواء البنين والبنات الذين لديهم فرض حركة وتشتت انتباه كلهم يعانون من تشتت الانتباه يلا يلا أنا ويا تاوش على دقيقة واحدة من التركيز ربما والانتباه فأبين له أنه إذا كان لديك واجب طويل يأخذ جزء كبير من وقتنا قم بتجزئة هذا الواجب عندك مذاكرة طويلة عندك 20 صفحة ويشوفها طويلة 20 صفحة قم بتجزئة هذا الاختبار الرجع الساعة الأولى خمس صفحات سامحي لك الساعة الأولى وساعة أولا كثير يعني تشتت ربما أول عشر دقاق خمسة عشر دقيقة ربع ساعة راجع عشر صفحات خمس صفحات ثم يأخذ فترة راحة ثم بعد ذلك بعد فترة راحة الخمسة عشر دقيقة ثم يرجع مرة ثانية يكمل الباقي هذه هي الطريقة الأنسب أو لن يستطيع المذاكرة بشكل جيد هو يتشتت الانتباه لديه ويقل التركيز يتشتت الانتباه يقل التركيز الذي لديه حتى لو كان يحاول التركيز ربما لا يتشتت انتباه بأشياء أخرى ولكن سيقل التركيز الذي لديه فالأفضل ربما في كثير من الحالات حتى بعد متابعة هذه الحالة وأن وصلنا له في مرحلات أنه يستطيع التركيز وعدم تشتت الانتباه لا يصل إلى مراحل عالية مع هذا الطفل حتى مع التدريب العالي فربما يعني ذاكر يراجع هذه خمسة عشر دقيقة عشرين دقيقة ثم يأخذ راحة خمس دقائق إلى عشر دقائق ربع ساعة ممكن الأنسب لهذا الطفل ولحالة هذا الطفل ولكن المقصود أن نقوم بتجزئة هذه المهام الطويلة إلى عدة أجزاء حتى يستطيع إنجازها أحيانا أطلب من الوالدي أخوتي مساعدتي في هذه المهام التي علي القيام بها وترتيبها حسب الأولوية ربما في البداية هو لا يستطيع ترتيب فارس المثال الذي لدينا فارس لديه فرص حركة وتشتباه لا يستطيع ترتيب هذه الأدوات والواجبات بالشكل الصحيح في البداية فأني أقوم بمساعدته من قبل والدين أخوته كذلك حتى يعتاد على الطريقة المناسبة والصحيحة رابعا استخدم الملصقات الملونة أثناء حل واجباتي أو مذاكراتي لدروسي مهم جدا أن أستخدم الملاحظات أو الملصقات الملونة أثناء حل الواجبات أو مذاكرة الدروس كذلك أخذ استراحة لمدة خمس دقائق بين واجباتي المختلفة عند انتهاء من واجباتي كلها أكافئ نفسي بالقيام بالأمور التي أحبها إذن دائما عند المراجعة أستخدم الملاحظات الملصقة جاءت معلومة مهمة الورق هذا الفسفوري أو أي ورق والملاحظات هذه الورق الصغير الذي يلصق على الكتاب أو على الدفتر أكتب فيها الملاحظات المهمة والتي يجب علي الانتباه لها عند إعادة المذاكرة على سبيل المثال إذا انتهيت من المذاكرة أو سأنتقل من واجب إلى واجب خلصت مواد الدراسات السلامية أذهب إلى مادة لغتي أخذ راحة خمس دقائق عشر دقائق ربما حتى أبدأ سمحي لك ربع ساعة إذا انجز فابننا فارس الذي يديه فرط حركة وتشتت اتباع أعطيه راح إلى ربع ساعة حتى ينتقل من واجب من مادة إلى مادة أخرى في الأخير خليه يكافئ نفسه يعني في البداية حنا ندربه نكافئه على عندما ينجز جميع هذه المهام المطلوبة منه ولكن هو في الأخير إذا أتقن هذه الطرق والسليب والسراتيجيات المذاكرة أجعله هو يكافئ نفسه بمشاهدة البرنامج المفضل لديه بلعب اللعبة التي يحبها أي أن كان هذا الشيء المحبب له يقوم بمكافئة نفسه بعد الانتهاء من القيام بواجباته ومذاكراته لدروسه مهم جدا لدينا كذلك هذه الأدات الأخرى متابعة الطالبة أو الطالبة الشهرية الفئة العمورية المستهدفة من ست إلى ثمان سنوات متابعة الأباء للمستوى الدراسي لأطفالهم وخلق حلقة التواصل بين الوالدين وكذلك المدرسة الخطوات أعطي سجل المتابعة لمعلم طفلك اجعل معلم طفلك يقيم مستوى الدراسي بشكل يومي كذلك اطلع على سجل متابعة طفلك بشكل يومي أو أسبوعي لتتابع مستوى الدراسي طبعا لدينا نحن في برامج التربية الخاصة دائما سجل المتابعة يكون بشكل يومي من قبل المعلمين يتم الرصد هذه الدرجات رصد المهارات التي يتلقونها خلال اليوم الدراسي الأهم المتابعة من قبل أولياء الأمور في المنزل في برامج التربية الخاصة لدينا في المملكة العربية والسعودية الحمد لله دائما البرامج لدينا كل فصل كل طالب لديه سجل متابعة يومي المعلم يقوم فيه بالكتابة يوميا كتابة المهارات التي تلقاها الطفل والطفل الطالب في ذلك اليوم وكذلك الواجبات والمهام المطلوبة منه كذلك إذا كان المعلم يحتاج إلى بعض الأدوات يطلب من الأسرة إحطاره فأنه يقوم بكتابتها داخل هذا السجل ولكن الأهم دائما متابعة هذا السجل وأن لا يكون دائما فقط في حقيبة الطفل المعلم يعبي هذا السجل ويرجع لي الشنطة ثم لا يجد المتابعة من قبل ولي الأمر سواء كان من يتابع الأم الأب أي كان يجب أن يكون هناك تواصل فعال ودائم بين المعلم بين المدرسة وبين الطالب من خلال سجل المتابعة سجل المتابعة دائما يكتب فيه جميع المواد والمهارات التي تلقاها خلال اليوم الدراسي فمهم جدا متابعة هذا السجل المتابعة دفتر المتابعة لأعرف ما هو مستوى ابني ربما أحيانا لا أقوم بمتابعة هذا السجل لا أقوم بحل الواجبات التي يطلب من الطفل القيام بها فبالتالي لن تتطور حالتها سيتطور أكيد من قبل بعض المهارات التي تلقاها داخل الفصل ولكن ليصل إلى أقصى درجات تميزه ونضجه أكاديمي تربوي وشتى مجالات حياته يجب أن يكون هناك متابعة من قبل الأسرة وكذلك من قبل الأسرة مع المعلمين من خلال متابعة سجل الواجبات اليومي في المدرسة إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية جلستنا لهذا اليوم شكرا لكم على إنصاتكم واستماعكم سعدت وتشرفت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته